بتنظيم جمعية التنمية الأهلية بالسويدرة انطلقت فعاليات ملتقى ربيع الطرف والذي يضم العديد من الفعاليات المتنوعة الثقافية والاجتماعية والتي تبرز تراث المنطقة رح ننتقل الآن لزميلنا سعد سناني حتى نتعرف أكثر عن هذا الملتقى سعد مساك الله بالخير شو الصورة اللي عندك اليوم وحب تنقلها للسادة المشاهدين مساء الخير محمد مساء الخير على كافة مشاهدي القناة السعودية وحييكم من هنا من المدينة المنورة بالتحديد من مركز السويدرة حيث تقام فعاليات الطرف أو ربيع الطرف هذا الفعالية حقيقة تستهدف الأسرة وتستهدف المجتمع هنا في منطقة السويدرة طبعا للحديث أكثر عن هذه الفعالية سعدنا أن ينضم معنا المشرف العام على هذه الفعالية الأستاذ صلاح الصادي صلاح حدثنا عن هذه الفعالية وأنتم اليوم ما شاء الله تقيمونا هنا في مركز السويدرة بسم الله والصلاة والسلام رحبكم أخوه سعادة وزملائكم ورحب القناة الأولى بانطلاق من مبادرة مجتمع حيوي تم إقامة ملتقى التنمية الاجتماعي بالسويدرا ربيع الطرف وبالتعاون مع فرع الموارد البشرية مثلا بإدارة التنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية ومركز السويدرا والهدف من هذا إحياء الموروث الشعبي وتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة من فرع الموارد البشرية وكذلك أبراز الهوية التراثية والثقافية للمنطقة سيد صلاح الصاعد وأنت المشرف العام على هذه الفعاليات شكرا لكم إذن محمد معنا الأستاذ عادل البيضاني وهو المشرف على الفعاليات سيد عادل حدثنا عن هذه الفعاليات أكثر وعن إيش البرامج المقدمة للطفل والأسرة ولكل من يزور هذا الميرجان حياك الله أستاذ الساعد السناني وقناة السعودية طبعا نشرفنا اليوم تواجدكم في هذا الميرجان الذي اعتمد على مساعدة في الدارات الحكومية من منطقة السويدرة المشاركة والجهات الحكومية والجهات التطوعية للمساهمة معنا في هذا الملتقى وطبعا الفعاليات تعتمد على الفنون الثراثية والشعبية والثقافية في المنطقة والمناطق المجاورة وإن شاء الله اليوم عندنا فرقة الفنون الشعبية فن الدارة والخبيتي والسامري وعندنا ركن الطفل في الخلف ركن الطفل وبرنامج الرسم ويوجد الفعالية الأساسية هي الأسر المنتجة دعم الأسر المنتجة في المنطقة بتخصيص موقع كامل لهم تواجد ثلاثين أسر من المنطقة وضواحيها لتقديم انتجاتهم في هذا الملتقى إن شاء الله وفعاليات تبدأ من الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة يوميا من إلى يوم الخميس القادم والفعاليات المتواصلة امسيات شعرية وندوات وقهوة السعودية ومسابقة قهوة السعودية تشجيع الشباب على القهوة وعلى فعاليات القهوة السعودية وأحياكم الله المناسبة عادل يعني اليوم أنتم ما شاء الله تبراك الله عندكم جولة للمنطقة التراثية في هذه المنطقة السويدرة طبعا السويدة نعلم أنها تتميز بالعديد من المعالم الأثرية حدثنا عن هذا طبعا عندنا جولة إن شاء الله الخميس لزيارة النقوش في وادي السويدرة النقوش التاريخية والأثرية في وادي السويدرة إن شاء الله سيتحرق من هنا الباصات إلى الموقع ويوجد مرشد سياحي معهم لمعالم السويدرة وزيارتها وتعدد عنها ونشكر الجهات كمان المشاركة معنا في هذا الملتقى بإذن الله ومنها الجهات الحكومية بأمانة المدينة المنورة وميدانة الفروسية في مطقة المدينة المنورة لمشاركة بهذه الفعاليات السيد عادل البيضاني وأنت المشرف على هذه الفعالي شكرا لك عفوا أن يعطيكم العافية إذن محمد فعاليات ملتقى ربيع الطرف هذه الفعالية التي تستهدف الأسرة وتستهدف الطفل وتستهدف مجتمع منطقة المدينة المنورة هذا كل ما لدي محمد أعوذي للسيد شكرا سعد يعطيك العافية شكرا أيضا منصول لضيوفك الكامل شكرا للمشاركة